في سوريا يستقبل الدمشقيون عيد الفطر بطقوس وعادات دمشقية لا تنفصل عن بهجة العيد بل تطفي نكتا يمتاز بها صباح أول أيام العيد يرتب الدمشقيون أولوياتهم صباح العيد بحسب توقيت عاداتهم وتقاليدهم فلا بد من البداية بصلاة العيد التي تحولت من فرض كفاية لجزء من طقوس العيد لديهم ورغم غياب الأحبة إلى أن ذكراهم تبقى خالدة لدى الدمشقيين لتكون المقابر وجهتهم الثانية في شكل من أشكال صلة الرحمة التي تبدأ هنا ولا تنتهي قبل زيارة الأقارب وتبادل التهاني نزور الله يرحمه الزوجي وقبل الولاد ينجي كل أول يوم العيد نجي أولاده وأحفاده يزوره بيقروا قرآن بيقروا شوي ونحمل حالنا ونمشي ونشوف الأهل كلها بتجي على المقابر ونصال صلات رحم ونحن بعدين يعني هلنا سعبين ونحن لاحلينهم كأنه شفنا نفسنا يعني نحن بهالموقف هذا تبقى طقوس الأعياد هي ذاتها لدى السوريين يتناقلها عبر الأجيال ويتشاركونها مع أطفالهم بتفاصيلها قبل أن تأخذهم بهجة العيد وأنشطته محمد طوالب رؤية دمشق